سؤال في موضوع الحلقة واشيك محمد يعني برضو قريب من نفس الفكرة ان بعض الناس احنا زي ما حرك اشارت متعلقين اوي بكتاب ربنا عز وجل وبالقرآن الكريم فممكن بحسن ان اي اروح مثلا اي انا والله انا هطبع نسخ صغيرة خلص كده من المصحف تتحط تتعلق اه لا تقرأ اي بتتحط مثلا تتعلق تتحط في اي مكان احطها في العربية حد يسيبها في العربية مثلا من باب البركة ومن باب انها تبقى قدامنا طيب الاصل في طباعة المصحف انها تطبع من اجل القراءة والتعبد ده الاصل احنا بالنطبع المصحف وكمان الاظر الشريف في اماكن في جهات مموطة هي بيها اي مسألة الطباعة ده بتاخد تصريح يعني مش اي حد مش انا ولا حضرتك ولا حد يقدر يطبع مصحف لازم يبقى من خلال الجهات الرسمية دي اللي بتاخد موافقة فالاصل في طباعة المصحف انها من اجل التعبد ان الانسان يقرأ فيها ويتعبد ربنا سبحاني ولاها الجهات المتخصصة في ذلك طيب هو طبع المصحف اللي حضرتك بتعليه الصغير ده الذي يعني لا يقرأ بالعين خلاص هنا هنشوف القصد بتاعه هل هو بقصد اننا عملته كده بقصد ان ده للتبرك خلاص وفي نفس الوقت هحافظ على قدسية القرآن الكريم وربما اقرأ فيه اذا تيسر الامر فهذا ما فيش مشكلة لكن لو كان عمل كده ليس بقصد ايه التظاهر التفاخر الرياء وما الى ذلك لا بلاش لانه هيدخل معنا في عدم احترام قدسية القرآن الكريم